بنك الدم المركزي في كفرنبل بريف ادلب اول بنك محدث في الاراضي المحررة والذي يخدم عددا كبيرا من المشافي الميدانية والخاصة في ريف ادلب الجنوب وريف حمى الشمالي بشكل مجاني الهدف منه هو انه تأمين وحدات الدم للمشافي لانه منطقنا مدينة كفرنبل هي قبل طبي فيها بحدود 7 مشافي هي كمدينة وفي المناطق المجاورة فيها بحدود 30 مشفى مع نقطة طبية فالهدف منه هو دعم هذه المشافي في وحدات الدم يتم تحصيل وحدات الدم من القرى والمدن المجاورة ويواجه المركز مخاطر عديدة ابرزها صعوبة تحصيل المواد المخبرية والمواد الطبية المساعدة لعمل المركز انعدام الديزل كذلك في معظم الاحيان احد ابرز اسباب توقف المركز لساعات طويلة يقول القائمون على المركز ان معظم العاملين في البنك هم شباب متطوعون وقد يتعرض للاغلاق عما قريب ما لم يتم تأمين مستنزماته صعوبات في البنك هي تأمين المواد المخبرية وهي عالية السمن جدا والديزل واجور العاملين كونهم يخرجون بسيارات اجرى لقطف وحدات الدم لتأمينها للمصابين يمكن ان يتوقف في يوم الايام لقلة دعم هذا المجمع قد تفقد المشافي الميدانية اكياس الدم التي تعد ابرز احتياجاتها في وطن غابت فيه مياه الشر وحلت محلها شلالات من الدم المسفوح بنك الدم هو اهم الحاجيات التي تحتاجها المشافي الميدانية حاليا لا سيما بعد القصف الهمجي الذي يتخذه النظام السوري على معظم المناطق المحررة ابراهيم السويد ريفو ادلب قناة حلب اليوم